في شأن آخر ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسا بين حركتي فتح وحماس انفجار استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيت حنون بعد دخوله إلى قطاع غزة وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص محاولة اغتيال نجى منها الحمد الله وأدانتها حماس واعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة لمنع تنفيذ اتفاق الوفاق الموقع في أكتوبر الماضي والذي عزز وقتها الأمال بإنهاء الانقسام الفلسطيني تطور جديد يهدد مستقبل المصالحة الفلسطينية انفجار يستهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج بعد دخولهما إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حنون الانفجار لم يتسبب بإصابة أي من المسؤولين الفلسطينيين وطالب الحمد الله حركة حماس بتسليم الأمن الداخلي إلى الحكومة الفلسطينية كيف الحكومة أن تستلم غزة وليس لديها من الأمن شيء نحن نطالب حماس مرة أخرى في تمكين الحكومة نطالب حماس في تمكين الحكومة نتحدث عن الأمن الداخلي داما الشرطة والدفاع المدني وهذا مطلب أساسي لأي حكومة تريد أن تحكم في قطاع غزة السلطة الفلسطينية وحركة حماس أدانتا على الفور والتفجير الذي استهدف موكب الحمد الله وعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن اعتقال عدد من المشتبه بهم بتفجير موكب الحمد الله مؤكدة أن التحقيقات جارية للوصول إلى مدبر التفجير أما الرئاسة الفلسطينية فحملت حركة حماس المسؤولية عن التفجير الذي وصفته بغير المبرر كما أدانت فصائل فلسطينية التفجير داعية إلى حماية الوحدة الوطنية وحدة باتت اليوم أمام مفترق جديد في ظل الكثير من التحديات التي حالت دون إنهاء الانقسام الفلسطيني منذ التوقيع على اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر الماضي فرغم تعهد الطرفين بالمضي قدما في إنهاء الانقسام تحت رعاية مباشرة من مصر فإن تنفيذ الاتفاق على الأرض ظل معلقا إلا أن محاولة الاختيال لرئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قد تعيد إلى الواجهة من جديد تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس وتدخل ملف المصالحة في نفق المظلم معنا الآن من رمال الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم دكتور سويلم مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار هذه المحاولة أهلا بكم يا شهيد هذه محاولة للاعتداء على موكب السيد الحمد لله في قطاع غزة حركة حماس أدانتها السلطة الفلسطينية حملت حماس مسؤولية فشل توفير الإجراءات الأمنية من المستفيد برأيك من هذه العملية في هذا الوقت بالتحديد المستفيد الأول بصورة تقليدية أستطيع أن أقول هو إسرائيل لأن إسرائيل تحاول تكريس انفصال غزة عن الجسد الفلسطيني وتعتبر ذلك في صلب مصالحها وهي تتحدث الآن جهارا نهارا أنه لا يمكن الربط الجغرافي بين الضفة وغزة وأن هذا أصبح أمرا مستحيلا وبالتالي حال الانكسام أصبح مكرسا من الزاوية الجغرافية وتعتبر إسرائيل باستحالة اللحمة من الناحية الجغرافية هذا أولا وثانيا هناك من له مصالح في عدم إنهاء الانكسام وتكريس قيام كيان بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن داعميه وبغض النظر عن مموليه في قطاع غزة يضرب المشروع الوطني الفلسطيني لذلك هناك من له مصلحة في هذه المحاولة هذه محاولة وجهت أساسا للمصالحة وللجهود المصرية ولمحاولات الحكومة هنا بتجاوز الإشكاليات وكان الوفد متوجها إلى قطاع غزة لاستكمال بعض الملفات بعد الزيرات المكوكية للوفد المصري الأمني إلى قطاع غزة يعني كنا في ورشة المصالحة جاءت هذه الضربة من وجهة نظري أنها ستعيدنا إلى مربع المربع الأول بالتأكيد نحن أمام حادث خطير وخطير جدا وتداعياته ستكون كبيرة إذا لم تتحمل حركة حماس مسؤوليتها في الكشف السريع والمباشر والشفاف والواضح غير المغمغم عن الفاعلين لأن حركة حماس تعرف من الذي فعل حركة حماس لا يمكن أن تسمح بزرع بوات ناس في شارع عام ليس في زقاق وإنما في شارع عام من أكبر شوارع غزة وأناس يعني يفجروا ويطلقوا النار جهارا نهارا دكتور سويليم تقول حماس تعرف من الذي فعل على أي أساس تقول هذا الكلام كيف حركة حماس أن تعرف من الذي فعل ولم تمنع القيام بمثل هذا العمل أستاذ مهند نعم أستاذ مهند يستحيل أن لا تعرف حركة حماس من الذي قام بالعمل ولذلك عدم الكشف السريع والحقيقي والشفاف عن هذا الموضوع سيضع حركة حماس في دائرة الاتهام المباشر وأنا أعتقد أنه بغض النظر عن أي التقديرات أبنية يعني أصحاب الاختصاص يستطيعون أن يقدروا أفضل مني لكن إحنا ككتاب وصحفيين ومراسلين ومحللين ومراقبين لا يمكن أن نقتنع بأن حركة حماس التي تراقب الذباب في قطاع غزة لا تعرف كيف زرعت ثلاثة عبوات ناسفة فجرت واحدة منها بشكل خاص ومحدد في ذيل الموكب العملية ليست بالبساطة التي يتم الحديث عنها هذه عملية مرتبة رتبة لها يستحيل على أجهزة حركة حماس أن لا يكون لديها فكرة عن الذي حصل أو يستحيل أن لا يكون لديها فكرة بعدما حصل عن الفاعل الآن دعوة جديدة من السيد الحمد لله لحركة حماس بتسليم ملفات الأمن الداخلي والشرطة والدفاع المدني إلى السلطة هذا مطلب يتكرر ويقول السيد الحمد لله بدون أمن لن تكون هناك حكومة ولن تكون هناك سلطة إلى أي مدى برأيك بعد هذا الحادث حركة حماس ربما يكون لديها الاستعداد لإبداء مرونة في هذا الموضوع لن يكون هناك أي استعداد ولن يكون هناك أي مرونة بعض قيادات حركة حماس قبل عدة أيام فقط كانت تتحدث عن ضرورة محاكمة قيادات الشعب الفلسطيني ويتحدثون عن أن غزة قيان قائم بذاته وتحدثوا عن أن أصلا نحن نستطيع أن نقيم سلطة على أي شبر يتم تحريره وغزة أكبر من شبر نحن نتحدث هنا عن مشروع انفصالي حقيقي تغذيه قوى إقليمية في المنطقة مدعوم وممول ومتشابك وربما متناغم مع الموقف الإسرائيلي إضافة إلى الموقف الأمريكي أنا أعتقد أيضا أن الولايات المتحدة بودها أن ترد على الرئيس الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية بعدما استطاعت القيادة الفلسطينية أن تعزل الإدارة الأمريكية في قضية الكدس وأن توجه لها ضربات حقيقية ومن وجهة نظري أن السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ألحقت أذى كبير في صورة ترامب وفي محاولات ترامب التمظهر بأنه يستطيع قيادة العالم فإذا به لا يستطيع أن يجمع إلا سبع دول عدد سكانها جميعا لا يزيد عن عدد سكان شارع في القاهرة شكرا جزيلا لك الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس كان معنا من رمالله